ايها المواطنون ايتها المواطنات صاحب الجلالة يخاطبكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شابي العزيز في مثل هذا اليوم من سنة 1953 اجتمعت ارادة جدنا جلالة الملك محمد الخامس ورفيقه في الكفاح والدنا جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراهما مع ارادة الشاب المغربي في ثورة تاريخية على رفض مخططات الاسيامار وقد تميز هذه الثورة المجيدة بروح الوطنية الصادقة وبقيم التضحية والتضامن والوفاء من اجل حرية المغرب واستقلاله وتاريخ المغرب حافل بهذه المواقف والاحداث الخالدة التي تشهد على التلاحم القوي من العرش والشاب في مواجهة السعب وهي نفس القيام والمبادئ ونفس الالتزام والتابعات الجماعية التي ابان عنها المغاربة اليوم خاصة في المرحلة الاولى من مواجهة وباء كوفيد-19 فقد تمكننا خلال هذه الفترة بفضل صدافر جهود الجميع من الحد من الانعكاسات الصحية لهذه الأزمة ومن تخفيف آثارها الاقتصادية والاجتماعية وفي هذا الإطار قامت الدولة بتقديم الدعم لفئات واسعة من المواطنين وأطلقنا خطة طموحة وغير مسبوقة لإنعاش الاقتصاد ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة وإننا نؤكد على ضرورة تنزيل هذه المشاريع للوجه المطلوب وفي الآجال المحددة شابية العزيز إننا لم نكسبت المعرقة ضد هذا الوباء رغم الجهود المبذولة إنها فتة صعبة وغير مسبوقة بالنسبة لجميع صحيح أنه كان يضرب من المثل في احترام التدابير الوقائية التي اتخذناها وفي النتائج الحسنة التي حققناها خلال فترة الحجر الصحي وهو ما جعلنا نعتز بما قمنا به وخصة من حيث انخفاض عدد الوفيات وقلة نسبة المصابين مقارنة بالعديد من الدول ولكن مع الأسف لاحظنا معرفة الحجر الصحي أن عدد المصابين تضاعف بشكل غير منطقي لأسباب عديدة فهناك من يدائي بأن هذا الوباء غير موجود وهناك من يعتقد بأن رفع الحجر الصحي يعني انتهاء المرض وهناك أدد من الناس يتعاملون مع الوضع وبنوع من التهاون والتراخي غير المقبول وهناك يجب التأكيد على أن هذا المرض موجود ومن يقول أكس ذلك فهو لا يضر بنفسه فقط وإنما يضر أيضا بعائلتي وبالآخرين ويجب التنبيه أيضا على أن بعض المرضى لا تذر علم الأراض إلا بعد شعشة أيام وأكثر إضافة إلى أن العديد من المصابين هم بدون عراض وهما يضاعف من خطر انتشار العدوى ويتطلب الاحتياط أكثر فهذا المرض لا يفرق بين السقال المدن والقرى ولا بين الأطفال والشباب والمسنين والواقع أن نسبة قبيرة من الناس لا يحترمون التدابير الصحية الوقائية التي تخذتها السلطات العمومية كاستعمال كمامات واحترام التباعد الاجتماعي واستعمال وسائل نضعف والتعقيم لو كانت وسائل الوقاية غير موجودة في الأسواق أو غالية الثمن قد يمكن تفاهم هذه التصرفات ولكن الدولة حرست على توفير هذه المواد بكثرة وبأثمان جد معقولة كما أن الدولة قامت بدعم ثمن الكمامات وشجعت تصنيعها بالمغرب لتكون في متناول جميع بل إن الأمر هنا يتعلق بسلوك غير وطني ولا تضامني لأن الوطنية تقتضي أولا الحرص على صحة وسلامة الآخرين ولأن التضامن لا يعني الدعم المادي فقط وإنما هو قبل كل شيء لالتزام بعد منحة العدوى بين الناس كما أن هذا السلوك يسير ضد جهود الدولة التي تمكنت والحمد لله من دعم العديد من الأسر التي فقدت مصدر رزقها إلا أن هذا الدعم ليمكن أن يدوم إلى ما نهاية لأن الدولة أعطت أكثر مما لذيها من وسائل وإمكانات شابي العزيز وبموازنة مع تخفيف الحج الصحي تم اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية قصد الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الوباء إلا أننا تفاجعنا من تزايد عدد الإصابات فتضهون الوضع الصحي الذي وصلنا إليه اليوم مؤسف ولا يبعث على التفاؤل ومن يقول لك شابي العزيز غير هذه الحقيقة فهو كاذب فبعد عرف الحج الصحي تضاعف أكثر من ثلاث مرات عدد الإصابات المؤكدة والحالات الخطيرة وعدد الوفيات في وقت وجيز مقارنة بفترة الحج كما أن مؤدد الإصابات ضمن العاملين في القطع الطبي أرتفع من إصابة واحدة كل يوم خلال فترة الحج الصحي ليصل مؤخرا إلى عشر إصابات وإذا استمرت هذه الأعداد في الارتفاع فإن اللجنة الإلمية المختصة بوباء كوفيد-19 قد توصي بعادة الحج الصحي بل وزيادات جديدة وإذا دأت ضرورة لاتخاذ هذا القرار الإصاب لا قدر الله فإن العكاساته ستكون قاسية على حياة المواطنين وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبدون الاتزام الصارم والمسؤول بالتدابير الصحية سيرتفع عدد المصابين والوفيات وستشبح المشتفيات غير قادرة على تحمل هذا الوباء مهما كانت جهود السلطات الأممية وقطاع الصحة ولموازات مع الأجراءات المتخذة من طرف السلطات الأممية أدعو كل القوى الوطنية للتعبئة واليقظة والانخراط في المجهود الوطني في مجال التعبئة والتحسيس وتأثير المجتمع للتصدي لهذا الوباء وهنا أود التنبيه إلا أنه بدون سلوك وطني مثالي ومسؤول من طرف الجميع لا يمكن الخروج من هذا الوضع ولا رفع تحدي محاربة هذا الوباء شابي العزيز إن خطاب لك اليوم لا يعني المؤاخدة أو العتاب وإنما هي طريقة مباشرة لتأبير لك عن تخوفي من استمرار اعتفاعة الإصابات والوفيات لا قدر الله والرجوع إلى الحج الصحي والشامل بآثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية وإننا اليوم نحن ندخل ذكرى ثورة الملك والشاب أننا ندخل ذكرى ثورة الملك والشاب أغثر حاجة لاستحضار قيم التضحية والتضامن والوفاء التي ميزها لتجاوز هذا الظرف والشاب وإني واثق أن المغاربة يستطيعون رفع هذا التحدي ويسير على نهج أجدادهم في الالتزام بروح الوطنية الحقة وبواجبات المواطنة الإيجابية لما في خير شعبنا وبلادنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة